مدينة القدس أسسها الكنعانيون العرب وبنوا فيها مدينة القدس الخليدة منذ أكثر من خمسة آلاف سنة وذلك قبل الميلاد ولذلك الآثار الكنعانية إلى وقتنا هذا تؤكد على الأصل العربي التاريخي لمدينة القدس إن نظرة بحثية تاريخية وحضارية فاعصة لأطوال هذه المدينة المقدسة وما مرت به عبر التاريخ من تطور لا تؤكد على أن العرب والمسلمين لهم حق أصيل في هذه المدينة المباركة بكل ما تحتويه من آثار مقدسة ذلك أن الاهتمام بالقص الشريف لم ينقطع لحظة واحدة في تاريخ وحضارة المسلمين فمنذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حجد فتحت مدينة القدس في خلافته عام 16 مرورا بعهد الأمويين الذين كان لهم أعظم الأثر الذين كان لهم أعظم الأثر في إعمار هذه المدينة المباركة ففي عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن امور الأثر الشريف عقدت مغتمرا حاشدا طوبع من قبل جميع الدول في العالم وزاد عدد المتابعين له عن نصف مليار مشاهد ومتابع عبر شبكات التواصل وموقع اليوتيوب وهذا ربما لم يحدث في تاريخ المؤتمرات وهذا يدل على اهتمام أحرار العالم بقضية القدس الشريف فأسهر الشريف أعلن أن هذا العام هو عام القدس وأنه سينظم فعاليات كثيرة بإحيال هذه القضية واستعادة وعن شبابنا العربي لقضيتنا المحورية فهذا اللقاء يأتي في هذا الإطار وهناك ندوات وفعاليات تنظم من خلال جامعة الأزهر وفروعها في الواجهين البحر والقبلين ومن خلال بعز الأزهر الشريف المنتشرين في كافة محافظات الجمهورية ومن خلال اتطاع المعاهد الأزهرية فضلاً عن الأنشطة التي تقوم بها من شيخة الأزهر رأينا سابت وسعينا متواصل مع أشقائنا ومع أحرار العالم المعنيين بهذه القضية حتى تجد الحل الذي لا فصال حوله ولا تنازل عنه وهو أن القدس الشريف عاصمة أبدية لدولة فلسطين العربية هذه قضية ليست محلة للنقاش ولا تخضع للمفاوضات ولا يمتلك الفلسطينيون أنفسهم التفاوضة حول هذه المسألة فهي مسألة من كل العرب وللمسلمين أجمعين حيثما وجدوه وهذا هو قرارهم تعبد القدس إرثاً تاريخياً عظيماً وتراثاً ثقافياً فريداً وللأسف الشديد فإن هذا التراث مهدد بالخطر جراء الممارسات الإسرائيلية فيه والتي بدأت بعد أربعة أيام فقط من احتلالها لها عام 1967 حين هدمت السلطات الإسرائيلية حي المغاربة كاملة وطردت سكان القاتلين في كل المنادل في ذلك الحي ومن المفارقة أن تقوم السلطات الإسرائيلية المحتلة بحفظ باب المغاربة في عام 2007 وهو الأثر الوحيد الباقي من حي المغاربة الذي دمرته هبان الاحتلال ليتم الكشف عن آثار إسلامية تحت هذا الطريق مملوكية وأيوبية وأوثمانية وهي التي تحاول إسرائيل طمصها وخفاء معانيها ترجمة نانسي قنقر